أستاذ سليمان بشكل عنيف ومع الأسف تحدثنا عن نتيجة هذا اليوم نحن كفلسطينيين بقينا في أرضنا ومهجرين في داخل الوطن تقريبا ما يقارب 350 ألف مهجر وأيضا تأسست جمعية كبيرة للدفاع عن حقوق المهجرين والمطالب في العودة إلى كورونا ومطالب عودة أهلنا اللاجئين هذا رد للمؤسسات الإسرائيلية ورد للحكومات الإسرائيلية وأيضا محطة من محطات التوعية والرسالة الصحيحة لأبناء شعبنا أينما تواجدوا أننا هنا كأبناء هذه البلد متمسكين بحقنا في العودة إلى كورونا التي هجرنا منها وفي هذا الصدد تعمل جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين منذ أكثر من عشرين عام منذ أكثر من عشرين عام لترسيخ منظومة حق العودة منظومة حق العودة الشرعية والإنسانية والطبيعية والحقوقية تم إرسال هذه الرسالة ورفع مستوى الوعي لدى شعبنا في الداخل وأيضا لدى شعبنا في الخارج وهناك أيضا اتصالات وصلة بين أهلنا خارج الوطن للتأكيد على حق العودة ونحن هنا كما قلت كجمعية وأنا كعضو هيئة إدارية في الجمعية وأيضا من مؤسسي هذه الجمعية عملنا على مدار عشرين عام وكانت تتوج كل أعمالنا في مسيرات عودة كما مسيرة العودة الكبرى التي حدثت أمس بغزة ولكننا نؤكد على هذه المسيرات كل عام كل عام نقوم بمسيرات عودة إلى قرانا المهجرة التي هجرنا منها وفي هذه المسيرة أيضا نحمل راية ونحمل راية نحمل راية العودة ونحمل راية العودة للأجيال وللشباب الذين يستمرون في مسيرة المطالبة في العودة وكما يعلم الجميع هذا عمل جبار وجهد كبير ليس فقط العمل السنوي ولكن على مدار السنة هناك أعمال كثيرة نقوم بها كجمعية من زيارة الكرة من الندوات من التفاعل مع أهلنا في قضية العودة وهذا العام نحن نتوج أيضا قضية العودة ومسيرة العودة في ذكرى السبعين عام لتهجيرنا ونكبة الشعب الفلسطيني سوف تكون هناك إن شاء الله مسيرة العودة الكبرى للساحل الفلسطيني ويطلق عليها مسيرة العودة الكبرى للساحل الفلسطيني الساحل الفلسطيني يعني أي كل كرة فلسطين في الساحل التي دمرت عام 48 ابتداء من مدينة قرية الطيرة وعطليت وعين حوض وعين غزال والجابع والصرفاند وكل الكرة الفلسطينية هذه وهذا رد أيضا وتضامن وتلاحم مع أهلنا في غزة والضفة الغربية هناك مسيرة عودة وهنا مسيرة عودة والمسيرتان سوف تلتقيان إن شاء الله على أرض فلسطين إن شاء الله رح نتحدث عن تجهيزاتك لهذا اليوم ولهذه المسير يوم غزة ينضم إلينا عبر سكايب سيد عصام يونس مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان صباح الخير أهلا فيك معنا يعني مع الأسف مجددا ترتكب مجزرة بحق بناء شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة العودة والنتيجة كانت 15 شهيد وأكثر من 1400 مصاب اللي يعني انطلقوا في مسير سلمي ولم تتعدى كونها سلمي يعني العديد منهم ما زال يرقودون في المستشفيات وتحدثنا مع ناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية هناك أيضا حالات حرجة نتمنى لهم السلامي تعليقك على هذا الموضوع من الجانب القانوني والإنساني أيضا يعني مشهد أمس وأول أمس كان مشهدا فاجرا مرة أخرى ترتكب قوات الاحتلال جراء منظمة بحق مدنيين محميين بمجب قواعد القانون الدولي المسيرة كانت مسيرة سلمية ضمت مختلف الفئات العمرية في المجتمع عائلات بأكملها أفطال نساء وشيوخ وشباب شارقوا في هذه المسيرة مسيرة لم تشهد أي أعمال عنف وبالتالي هذه المرة استهدف المدنيين وأعتقد أن السقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحة 15 شهيد وما يزيد عن 1200 جريح من مختلف الأعمار أبطال ونساء يؤكد أن هناك نية مبيتة لإقاع الأذى في صفوف المدنيين ويقاع أكبر عدد ممكن من الجرحة والقتل في صفوفهم هو يؤكد على المؤكد بأكدت عليه التقارير السابقة تقارير سيد جولدستون بعد العدوان 2008-2009 التي شكلها مجدد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثم لجد تقصي الحقاق في العام 2014 ولاحقا وسابقا تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والإسرائيلية بأن ما يحدث هو انتهاك خطير لقواعد القرن الدولي ولسيما اتفاقية جينيب الرابعة البدنيون محميون بموجب قواعد القرن الدولي السؤال الأساس لماذا يتكرر المشهد مرتان وثلاث مرات كلكيت تاني وتانت مرة أعتقد أنه سؤال الحقيقة الآن بأن غياب المحاسبة وهي الكلمة المفتاحية في حالة الأراضي الفلسطينية أن من أمن العقاب يسيل أدم حتما ومن يشعر أنه محصن أنه لا يخضع لحد أدنى من المسائلة بل ما هو أقل من المسائلة نتحدث عن تعاون مع لجنة حقوقية تشكلها الأمم المتحدة وغيرها حتما سوف يكرر المشهد الجريمة مرة ومرات شهدنا في الحروب الأخيرة أو العدوانات الأخيرة على قصف المستشفيات ومدارس وإبادة عائلات لأكملها وشطنها من السجل المدني وقصف محطات صرف صحي وغيرها ولكن في نهاية الأمر تكرر المشهد وحتى هذا اليوم يتكرر المشهد الآن أننا نتحدث عن مسيرة سلمية خرج سكار قطاع غزة غالبية منهم عدد كبير منهم للتأكيد على قضايا أساسي أن القضية في نهاية الأمر أن هناك شعب تحت احتلال وأن له حقوق بعكس ما يحاول الاحتلال دائما وصم قطاع غزة بمعنى دائما لونضحية أنه يتحمل مسؤولية الحصار المفروض يتحمل مسؤولية دمه هذه المرة لا الفلسطينيين قالوا بشكل واضح أن القضية هي قضية شعب تحت احتلال وقضية حقوق ونحن ننشد ما يقبل العالم لنفسه من قواعد ومبادئ قبيلها العالم المتحضر نحن الجزء من العالم المتحضر ونقبل بما يقبل به قواعد القانون الدولية قواعد النظمة بين دولة الاحتلال والسكان المدنيين في الأرض المهتلة قوة الاحتلة ليست مطلقة في اليدين وإن تستخدم ما تشاء من القوة مشهد أمس كان واضحا أن هناك جرائم منظمة ارتكبت تستوجب بلحقة من اقترافها ومن أمر باقترافها وحتى من تغاب عن اقترافها والسؤال الآن هو أن هذه القضية براسل المجتمع الدولي هل يمكن الاستمرار في هذا المشهد المتكرر مرة ومرات بسقوط مدنيين والسهداف ممتلكاتهم في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي وليس أدل على ذلك من فشل مجلس الأمن مرتين خلال أقل من 24 ساعة المرة الأولى في استصدار قرار يدين مرتكبة دولة الاحتلال من مجزرة جديدة وثانيا محاولة القبول أو الاستجابة لبطلب الأمين العام بتكيين لجنة للتحقيق في مرتكب من أعمال خطيرة هي جرائم وتنتهك بشكل واضح قوى على القانون الدولي لسي ومعتباقي الجنة الرابعة نعم واحنا سنتابع كل جديد في هذا الموضوع يعطيكو العافي أيضا على مستوى مركز ميزان لحقوق الإنسان في هذا العمل المقدس والإنساني شكرا لمدخلتك معنا السيد عصام يونس مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان وكنت معنا من غزة عبر سكايب أعود إلى ضيفي أستاذ سليمان يعني ذكرنا موضوع استعداداتكو أيضا لإقامة مسيري في يوم النكبي شو تحب تحدثنا عن هذا الموضوع ونسمع من حضرتك كلمة أخيرة لأبناء مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني يعني نحن في أوج التحضيرات منذ شهرين تقريبا نقوم بالاستعدادات لإقامة هذه المسيرة وهي مسيرة يعني تتطلب مجهود كبير من كل طواكم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وأيضا تتطلب مجهود كبير منها صراع مع السلطة والترخيص يعني هناك تواجهنا عدة عقبات وصعوبات في منحنا ترخيص لهذه المسيرات وفي هذا العام يعني في الذكرى السابعين هناك يعني شروط صعبة يضعونها لكي يحدون من هذه المسيرة ولكننا مصررين على أن تكون هذه المسيرة وسوف نتخطى كل هذه الصعاب وسوف يعني نعمل جاهدين لإنجاح هذه المسيرة وحقنا الشرعي أن نقوم بمسيرات في كل بلد أو كل قرية فلسطينية دمرت عام 48 ونحن مصررين على إقامة هذه المسيرة بالتزامن كما قلت يعني قضية الروحة هي أيضا قضية محورية وقضية أساسية تمس بالأرض والإنسان وتمس بالدفاع عن الأرض ومنع المصادرة ومنع مسلسل المصادرات لأراضينا الفلسطينية فهذه كلها قضية حية وكلها قضية تنبع من الداخل ومن الصميم ومن الانتماء للأرض لقضية العودة ولقضية الحفاظ على ما تبقى لنا من أراضي تحاول السلطات الإسرائيلية مصادرتها يعني نحن في هذا اليوم بعد يوم الأرض الخالد وبعد يوم المسيرة الكبرى في قطاع غزة وتحضيرا للمسيرة الكبرى في الساحل وبعد يوم الروحة نحن نتوجه لأهلنا في الداخل الفلسطيني أن أصمدوا وثابروا وحافظوا على كل قطعة أرض وأن طالبوا بما صدر لإرجاعوا وأيضا نحيي أهلنا في غزة وأهلنا في الضفة الغربية وأيضا نزرع الأمل في أهلنا في خارج الوطن في الشتات في المخيمات الفلسطينية في لبنان في الأردن في سوريا في كل أنحاء البسيطة أنه هنا باكون وهنا ننتظر كل أهلنا للعودة وهنا إن شاء الله سوف نحقق عودة اللاجئين والمهجرين إلى وطنهم ومعا دائما بالتكاثف نحافظ على حقنا ونحقق أمانينا وأماني أهلنا ورسالتنا هي نحملها للأجيال القادمة بهذه المناسبة أريد أن أحيي كل الشبيب والشابات الذين هم العمود الفكري لمسيراتنا أينما كانت هم الذين يدعمون وهم حاملين راية وهم الخط الأول في كل مواجهة لهذه الذكرى يعطيك العافي وشكرا لحضورك معنا في هذا الصباح رئيس لجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة سيد سليمان فحماوي شكرا لإلك صباح الخارج شكرا للمشاهدة